العنصر الأول من الوحدة الثانية أي مهن وحدة النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل سيكون هذا العنصر هو مقومات أو أهم ملامح النظرة الأخلاقية في الإسلام النظرية أو النظرة الأخلاقية في الإسلام يعني بشكل مباشر ما هي أبرز علامات بارزة ظاهرة تميز النظرية أو النظرة الأخلاقية الإسلامية طبعا الإسلام هو دين سماوي دين توحيدي آخر الأديان السماوية آخر الأديان التوحيدية وهو طبعا منظومة عقدية ومجموعة من العبادات ولكن كذلك هو ككل الأديان الأخرى منظومة قيمية منظومة مرجعية في السلوك ويرتزم بها المؤمن فأي علاقة بين الإسلام وبين الأخلاق وكيف يمكن أن نبرهن على هذه العلاقة يعني قد يقول أي قائل بأن هذه العلاقة هي علاقة قوية شأن كل الأديان لأن الأديان بالأساس كل الأديان في العالم تقريبا كلها هي قواعد توجيهية للسلوك كما يقول إيريك فرام يعرف الدين بأنه مجموعة من القواعد التوجيهية للسلوك وموضوع ويقدم موضوعا معينا للعبادة طيب الدين الإسلامي ما هي علاقته بالأخلاق؟ العلاقة وثيقة بدون شك ولكن نحن نحتاج إلى فهم هذه العلاقة من الداخل وتقديم الفكرة الدقيقة أو العلمية بخصوصه فنقول أن علاقة الإسلام بالأخلاق هي علاقة تشبه علاقة الروح من البدن ولذلك نجد أن التداخل بين الأخلاق والإيمان في الإسلام يكاد يكون كليا هذا مهم جدا لأن سنلاحظ بعد قليل أن الأخلاق في الإسلام ليست جانبا من الجوانب الدين أو العقيدة بشكل عام بل هي قد تكون من جوهر العقيدة الإسلامية وهذا مهم للغاية في فهم مقاومات النظرة الأخلاقية في الإسلام حيث يتعذر الفصل بين قواعد الأخلاق الإسلامية وقواعد الإيمان لاحظ معي يتعذر الفصل بين قواعد الأخلاق الإسلامية وقواعد الإيمان بل إن الأخلاق الفاضلة النبيلة في الإسلام هي غاية الدين وليس أدل على هذا الترابط من قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارما الأخلاق حديث شريف على غاية من الأهمية وعلى غاية من الوضوح ليس هناك نص أوضح من هذا لأدل على العلاقة الوثيقة جدا بين الأخلاق في الإسلام وبين الإيمان في الإسلام إنما بعثت وكأن كل غاية الرسالة الشريفة رسالة الإسلام النبيلة هي إتمام مكارم الأخلاق في وقع الأمر هذا الترابط تدلل عليه كذلك آيات صريحة فما ورد عنه سبحانه وتعالى في سورة القلم ويقول بعد عوذ بالله من الشيط الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم لم يختار من الأوصاف طبعا كثيرة هي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الوصف المهم يدل على اقتران الرسالة وصفة النبوة الشريفة بالأخلاق ثم قوله سبحانه وتعالى بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أيضا ارتباط الأخلاق بثواب والعقاب في الإسلام وهو ما يعني أن الأخلاق ليست عنصرا فرعيا أو ثانويا في العقيدة الإسلامية بل هي من جوهر العقيدة الإسلامية باعتباره تحرسها الإيمان الإيمان هو الحارس الأساسي للأخلاق مثلما الأخلاق هي أيضا الحارس الأساسي للإيمان كذلك مما يدل على جوهرية هذه العلاقة ما ورد عليه عنه عليه الصلاة والسلام من حديثه الشريف من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لاحظ هنا القيم الأخلاقية ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني هناك اشتراطية واضحة في هذا الحديث بين الإيمان وبين الالتزام بالقواعد الأخلاقية من كان يؤمن فعليه أن يتحلى بهذه الأخلاق إذن لو تسقط عنه هذه الأخلاق يسقط عنه بالضرورة شرط آخر وهو ركن يعني لا يمكن للدين أن يقوم دونه وهو الإيمان ثم لاحظ معي هذا الوضوح في الحديث النبوي الشريف الثاني حينما يقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يعني المسألة أيضا دقيقة وواضح جدا لا إيمان لا إيمان المسألة القطعية لا تحتمل الشك لا لا إيمان لا إيمان ليست شكية أو ظنية أو تحتمل أو إمكانية العلاقة هنا بالمعنى المنطقي علاقة ضرورية لا إيمان لمن لا أمانة له يعني لا إيمانة لا دينة لمن لا أخلاق له وسيقولها بشكل واضح في الجزء الثاني من الحديث الشريف ولا دينة ولا دينة ولا دينة لمن لا عهد له العهدنا هي الأمانة الصدق الوفاء في الموثيق في الالتزام فبالتالي هي مسألة أخلاقية فإذن بهذا الشكل يمكن أن نستنتج الأمور التالية من أن من ملامح ومن خصوصية النظرة أو النظرية الأخلاقية في الإسلام هي الأربع استنتاجات يمكن أن نضعها باعتبار خلاصة موجزة ودقيقة لخصوصية النظرية الأخلاقية في الإسلام وهذا طبعا بالمقارنة مع الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث يعني مقارنة بالنظريات الأخلاقية الموجودة والتي وجدت في العصر الحديث ونستنتج هذه الخصوصية باعتبارها خصوصية مميزة للنظرية الأخلاقية في الإسلام أول ما نستنتج أن الأخلاق في الإسلام تتميز بنوع من القدسية قدسية الفضاء الأخلاقية لماذا قدسية الفضاء الأخلاقية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويجازي على الالتزام بها أو عدم الالتزام بها فهي إذن ورديفة هي الشرط للدخول في الإيمان شرط للدخول في الدين فهي إذن المسلم مطالب بشكل ما باحترام هذه الفضاء الأخلاقية احتراما مطلقا لأنها جزء من الدين جزء من الدين يعني جزء من العبادات جزء من الشعاعر جزء من الإيمان بل إن الإيمان لا إيمان لمن لا أمنة له ولا دين لمن لا عهد له طيب الثاني الخاصية ثانية استقرار وثبات الأخلاق في النظريات الأخلاقية المعاصرة أو الحديثة نجد بعض النظريات التي تجعل من الأخلاق ظاهرة متحولة مثل النظري النفعية ظاهرة متحولة أنت قيمك الأخلاقية مرتبطة أو هي تتبع مجال النفع النظرية الذرائعية أيضا في الأخلاق كل ما كانت اختلفت الظروف النظرية الوجودية في الأخلاق كلما اختلفت الظروف وأملت عليك الظروف أن تلتزم بقواعد جديدة فعليك إذن الالتزام بتلك القواعد لا الأخلاق الإسلامية أخلاق ثابتة أخلاق مستقرة أخلاق دائمة لماذا؟ هذا لأن الأخلاق الإسلامية يعني مرتبطة بمفاهيم وبمبادئ أيضا ثابتة وبقواعد للإيمان أيضا ثابتة وغير متغيرة لأن الاستقرار وثبت الأخلاق له ميزات وفضاء الكبير جدا ربما سنأتي إليها في الفصل الأخير ثالثا الترابط بين السلوك الأخلاقي والسعادة النفسية في الإسلام هناك كل ما كان الإنسان أخلاقي كل ما كان سلوك أخلاقي كل ما كان عنده ريضة نفسي داخلي وهذا يؤدي إلى استقرار النفسي وبالتالي تحقيق السعادة النفسية هذا مهم جدا لا يمكن أن يكون بشخص أخلاقي أن يكون تعيسا وقد طرح إيمانيال كونت في الأخلاق المثالية والأخلاق الكونية هذه العلاقة وجاد لها بشكل كبير بين الأخلاقية والسعادة في الإسلام لا مجال للشك في أن السلوك الأخلاقي يؤدي إلى الراحة النفسية أخيرا من ميزات النظرية الأخلاقية في الإسلام هي التجرد وإخلاص النية في الممارسة الخلقية تعلقا بالماثوبة الأخروية هذا مهم جدا عادة في النظرية الأخلاقية كثير من النظرية الأخلاقية الحديثة تحاسب الجانب الظاهر من الأخلاق يعني الجانب السلوكي تقول لك أنا لا لا أستطيع أن أحكم على نواياك نواياك لا تهمني يهمني فعلك يهمني النتائج خاصة كما قلنا المدرسة النفعية التي ترى النتائج تبحث عن النتائج الإسلام لا الإسلام أبعد نظر من هذا الإسلام يطالب بصلاح وإخلاص النية مهم جدا هذا الأمر لأن الإسلام لا يتوقف عند حدود الظاهر من السلوك بل حتى في جذر السلوك وفي نوايا السلوك ويحاسب على ما في القلوب وراء السلوك وهذا فعلا من الميزات الأساسية للنظرية الأخلاقية الإسلامية إذن كما هو ملاحظ هذه تقريبا الأربع ميزات لخصناها يعني هي ميزات كثيرة ولكن ركزنا بشكل أساسي على هذه الملامح الكبرى هذه العناص الكبرى هذه الفوارق الكبرى أو العلامات الفارقة الكبرى للمظرية الأخلاقية في الإسلام